بلغة واضحة لا تحمل تأويلا أعلنت واشنطن دعمها لحليفها التركي في الناتو في مواجهة الهجمات الإرهابية عبر الحدود الشمالية سوريا وذلك تعليقا على آخرها والتي فقد فيها ضابطان تركيان من شرطة العملية الخاصة حياتها وأصيب ثلاثة آخرون الهجوم انطلق من منطقة تلرفعت التي يسيطر عليها تنظيم بيكيكي الارهابي في محافظة حلب واستهدف مدرعة تركية في منطقة عملية درع الفرات بين مدينتي مارع وعزاز المتحدث باسم الخارجية الأمريكية والذي ندد بالهجوم الإرهابي أشار إلى المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة وتركيا في العديد من المجالات ومنها مكافحة الإرهاب وأكد أن واشنطن تواصل التشاور الوثيق مع أنقر بشأن الأوضاع في سوريا معربا عن تعازي بلاده لأسرة الضابطين ندين الهجوم عبر الحدود ضد تركيا ونعرب عن تعازينا لأسر ضباط الشرطة التركية الذين قتلوا بسبب تلك الهجمات عندما يتعلق الأمر بتركيا فهي حليف مهم في الناتو ولدينا مصالح مشتركة في المجالات كافة كمكافحة الإرهاب وإنهاء الصراع في سوريا وردع النفوذ الضر في المنطقة كما أننا نتشارك المصلحة ذاتها في إنهاء الصراع في سوريا بشكل مستدام وسنواصل تشاور مع أنقر بشأن الأوضاع هناك نؤكد أهمية الحفاظ على خطوط وقف إطلاق النار في سوريا ووقف الهجمات التي تستهدف الحليفة تركيا وإذ لم يشير المتحدث باسم الخارجية إلى التنظيم الإرهابي المسؤول عن العملية في إجابته فإن السؤال الموجه له كان عن رد فعل بلاده على تصريحات الرئيس رجب طيب أردغان والتي عبر فيها عن نفاذ صبر تركيا تجاه الهجمات الإرهابية والعزم على إنهائها إما عبر القوى الفاعلة هناك أو بالقدرات التركية ضد من قالت السائلة إنهم مدعومون من الولايات المتحدة وتقصد إرهابي بيكيكي وهو ما استنتج خبراء أمن ودفاع منه احتمالية عملية عسكرية تركية قد تشهدها الأيام المقبلة في مناطق سيطرة الإرهابيين شمالية سوريا وأعاد الأنظار إلى هذه المناطق والتي لطالما شكلت مصدرا لهاجمات على الأراضي التركية وتجدر الإشارة هنا إلى أن مناطق الشمال السوري خاضعة لاتفاقيات تركية روسية ويشت تصعيد لدى البعض بخلافات بين الجانبين رغم حديث مقربين من موسكو عن أن التصعيد هناك محدود جدا ونفيهم أي وجود روسي في منطقة تل رفعت محمد سليمان تي أرتي عربي موسيقى 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 شكرا